موسيقى السلام عليكم الصحافة موعدكم اليومي مع أخبار الوطن عبر الصحف الجزائرية والبداية مع صحيفة الخبر وقد كتبت في عنوانها الأول مقترحة قتل نيابية بمجلس الأمة لتعديل قانون البلدية الرئاسي مع توسيع صلاحيات المير والألندي مع عمدة المدينة الأحرار حماية المنتخبين وزيادة حصة البلديات في الضرائب ورسوم جديدة متعاملون يحذرون من فلات الوضع في الفترات الليلية في فضاءات مقام الشهيد رياض الفتح معلم سيدي يتعرض للتشويه رئيس الجمهورية ورئيس الأركان يعزيان وفاة الجنرال المتقاعد محمد بتشين ندعو للسياغة مشروع مجتمع جزائري جديد بسلاسة وسلامة وفق تصرح أمين عاما أفلا للخبر رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وقائمة مهن جد شاقة وال جديد مشاكل قديمة وأمل أن يكون القادم أفضل خنشلام الذي غيره البرنامج التكملي نقرأ في الخبر أيضا الحنس التوري مقتل ثلاثمائة شخص من بدء الاحتجاجات في إيران فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لمعاقبة طهران من الخبر إلى البلاد موقف الجزائر من قضية فلسطين استثنائي وفق تصرحات السفير الفلسطيني في الجزائر شنجريح يبحث مع نظيره التنزاني تعزيز التعاون العسكري الجيش يفند إجراء مناورات جزائرية روسية على الحدود شرف يؤكد إدماج أكثر من ستمائة ألف شاب التوظيف المباشر فقط في العام الفين وثلاثة وعشرين من البلاد إلى صحيفة الحوار وزير السكن أرفض وجود سكنات منتهية دون توزيع وزير الصناعة تصدير واحد فاصل خمسة مليار دولار من الحديد بنهاية العام الحالية وزير العمل والتشغيل والضمان اجتماعي يوسف شرفة الفين وثلاثة وعشرين سنة الفين وثلاثة وعشرون سنة رفع الأجور ومعاشات المتعة المتقاعدين اجتماع استثنائي للحكومة بكيسمسيلت اليوم إلى صحيفة المسار العربي حوادث المرور وفاة سبعة وعشرين شخصا خلال أسبوع وزارة الصناعة تزير واحد فاصل خمسة مليار دولار من الحديد والصلب نهاية العام الفين واثنين وعشرين خلال السنة الجارية إدماج ستمائة ألف شخص في صحيفة أخبار اليوم إدماج ستمائة ألف شخص بمناصب عمل دائمة نحو بلوغي واحد فاصل خمسة مليار دولار بنهاية العام الفين واثنين وعشرين صادرات الجزائر من الحديد تنتعش وانطلاق قافلة لتصديل السيراميك من باتنا نحو البحرين والنيجر التريق أول شنجريحة يستقبل قائد قوة الدفاع التنزانية بمقر أركان الجيش الوطني بعد تحرير قاصر أجنبي من مختطفيه الانتربول يشيد باحترافية الشرطة الجزائرية تذكر أخبار اليوم أيضا الجزائر تسير بخطة ثابتة على درب الديمقراطية الحق وفق عن زير الداخلية إلى صحيفة الوسط الانطلاق الرسمي لتصنيع السيارة الإيطالية في الجزائر وزير الداخلية الدولة سائرة بخطة ثابتة لإرساء حكومة حكامة راشدة المحامي فاطمة الزهنة بن براهم هناك تحقيقات أمية تحمي المتزوجين من أجانب قطاع الطاقة مذكرة لتعزيز التعاون بين الجزائر والربيجان الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال نفطال تسعى للإنتقال نحو الطاقة الهجنة إلى صحيفة منبر القراء الحكومة تجنع اليوم بتسمسير لدراسة البرنامج التكملي لتنمية الولايات الحكومة ستعمل على تسريع المشاريع والبرامج التنموية المعطلة بالولايات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغبات المدير العام الغبات يؤلن عن اقتناء طائرات مسيرة لكشف بؤر الحرائق قبل اتساع رقعتها وفي سكيكدا إيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في المواد الغذائية والتدليس وفت سبعة وعشرين شخصا وجرح ألف وثمانية وتسعين آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع وفق حصيلة مصالح الحماية المدنية إلى صحيفة نصر الرئيس سبون يخرج الحكومة من العاصمة في ثاني اجتماع خارج العاصمة في ولاية داخلية لترخف متابعة قضايا المضاربة والمخدرات والإجرام تحت المجهر وفق وزير العدالة وزير العمل يوسف شرفة يكشف إدماج أزد من ستمائة ألف شخص مناصب عمل دائمة خلال العام الحالي لجان تكتيش بالمناطق المتضررة لمحاصرة أنفلوانزا الطيور من صحيفة النصر إلى صحيفة الموعد اليومي الجزائر تدعو إلى دعم جهود إفريقيا في بناء نظام يحمي أمنها السفرانية رئيس سبون جولي أهمية بالغة للجماعات المحلية ودعم الديمقراطية التشاركية الفريق أول شنجريح يؤكد لقائد قوة الدفاع الشعبية التنزانية الجزائر على استعداد لتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب وفي صحيفة الشروق رفعوا يقوبة الوزير خاوة ومصادرة أملاكه وحساباته خمس سنوات نافذة للمتورطين في تحرير 1064 السيارة لتحقوط من مناع مستغانم وفي تحقيقها تقول الشروق سوق الدجاج معقدة وهذه هي الحلول الختام مع صحيفة المساء دعما للعمل بطريقة براغماتية مع تنزانيا الفريق أول شنجريح مستعدون للتعاون ودعم مبادرات السلم في إفريقيا الرئيس سبون يريد تنمية شاملة دون إقصاء المواطنين هكذا يتم إنعاش النقل الجوي والبحري التحقيق في القطاع ضروري لمحاسبة المتسببين في الفضائح إدماج 600 ألف موظف في مناصب دائمة 81% من الجامعيين يستعملون الكتب الرقبية وفق تصريحات وزيرة الثقافة لمناقشة هذه العنوين وغيرها نستضيف وينضم إلينا الناشط السياسي من ولاية زيبوزو سمير العرابي أهلا وسهلا بك كريم العرابي أقول أهلا وسهلا بك أهلا بك سيدتي وأهلا بكل من يستمع أو يشاهد قناة المغربية داخل الوطن أو خارجه وشكرا جزيلا على استضافتكم الكريمة أهلا بك من العنوين الإيجابية التي تصدرت الصحف اليوم تصريحات وزير العمل الذي ذكر أنه سيجري هناك إدماج 600 ألف شخص في مناصب عمل دائمة كيف تتلقون ذلك؟ نعم إنه شيء مفرح يكون صراحة أن يرسم وتكون مناصب ونخلق مناصب شغل لشبابنا خاصة الجميعيين منهم أو الغير جميعيين ولكن ما يؤخذ على الإدماج هؤلاء الموظفين هو أنه كان في كثير من لم أقول في غالب الأحيان ولكن أنا أقول في كثير من الأحيان كان عشوائيا وكان بطريقة ارتجالية ذلك أن الكثير من الذين كانت عندهم لصنص في علم النفس ويصنفون كإداريين ويعملون الآن في بلدية كموظفين عاديين وكان بإمكان هؤلاء النفسانيين أن يصنفوا كأباء نفسانيين في المدارس أو غير ذلك أنت تقصد أن مثل هذه العقودة ترعي التخصصات وربما تضيع التخصصات في خضم هذا التوظيف العشوائي؟ نعم نعم مثلا في كثير ونشاهد مثلا مشكل كبير وفي السنوات القادمة ذلك أننا نجد أن من بين هؤلاء من اشتغل في الفيلسوسيال يعني الشبكة الاجتماعية لمدة هذا السنوات وعندما انتهى العقود أعيد أمضى يعني عقدا آخر ولكن ليس بشهادة الليسانس بشهادة بشهادة أقل وعندما جاء الوقت لكي يرسم أو يدبج في منصبه نصب على أنه يعني عامل عادي وأبري بروفيسيونال وهذا بعيد جدا عن الشهادة التي تحصل عليها وطريقة مشكلة في العمل ذلك أن هذا الإنسان الآن يعمل في المكتب ولكن في الحقيقة مكانه يعني مكانه يعني إداريا يعني صنفة كعامل كعامل يومي ربما هذا ما ذكره وزير العمل سيد كريم في صحيفة الحوار التي ذكرت أنه فسخ عقود عمال ما قبل التشغيل الرافضين للإدماج إذا كان هناك رفض من العمال بما يتعارض مع تخصصاتهم وأيضا الوزارة لا يمكنها أن تناقش أو لا يمكنها معانجة هذه الملفات معنا هذا نحن نسير نحو مزيد من الاضطرابات في التوظيف ومزيد من المشاكل على مستوى صيغة عقود ما قبل التشغيل التي انتقدت كثيرا منذ وجودها قبل نحو عقدين من الزمن نعم سيدتي المشكلة في بلادنا أن الحكام يأخذون قرارات في كثير من الأحيان تكون عشوائية أو ارتجالية على الأقل بارتجالية مثلا نعرف في السنوات الأخيرة بعد تجميد قرار يعني تجميد توظيف الكثير من العمال بوسطى يعني كعمال النظافة عمال المعمال المهنيين خرجوا إلى التقاعد إذا خرجوا إلى التقاعد ف وظائفهم مكان عمل تحوم لم يستبدل فتركوا فراغا ومهولا دخل الإدارات والآن عندما نشاهد هذا الإدماج نجد أن الكثير من الذين أدمجوا أدمجوا على أساس أنهم عمال بوسطى وأغلبيتهم وأغلبيت هؤلاء نساء ونعرف جيدا بأن المرأة الجزائرية مثلا لا يمكن أن تعمل كعون نظافة لا يمكن أن تعمل كميكانيكية لا يمكن أن تعمل حارسة 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 في الليل ولكن عندما أدمجت أدمجت في هذه المناصب هذا هو المشكلة على صعيد آخر ما تنولته الصحف أيضا خلال هذا الأسبوع ما تعلق باجتماع المجلس الوزراء الذي سيوقد اليوم في ولاية سمسيلت وقد كان هناك اجتماع مماثل السنة الماضية في خنشلة تساءلت صحيفة الخبر عن ما الذي تغير منذ تلك السنة وذكرت أن هناك مشاكل قديمة وهناك أمل في أن يكون المقبل أفضل يعني بما يلخص الحال أنه لم يكن هناك جديد تغير برأيك اجتماع الحكومة اليوم بتسمسيلت لدراسة البرنامج التكملي لتنمية الولاية هل يمكنه أن يكون ذا فاعلية لإعطاء مشاريع يمكن أن تغير وجه الولاية لا يمكن لا يمكن أبدا إنه مجلس جالس إنه مجلس جالس جالس فقط وفقط لأن المعروف يعني في الجزائر عندنا بيروقراطية ما قطع عندنا بيروقراطية يعني من الإدارة الجزائرية ووتيرة العمل في بلادنا مع الأسف ووتيرة ضئيلة وبطيئة جدا جدا فلا يمكن يعني هذا من جهة ومن جهة أخرى حكومة غير شرعية حكومة غير غير منتخبة يعني لا يمكن أن تسير بهذا الشعب يعني تعمل بخمسة بالمئة ولا عشرية عشر بالمئة من أصوات المنتخبين الجزائريين لا يمكن أن تتحرك لأن عقدة النقص عقدة اللاشرعية كامنة في قلوبها أحبت أنكارها والتغيير ربما يكون على مستوى القاعدة سيد كريم ما تنولت صحيفة الخبر اليوم ما تعلق في مقترحات على مستوى مجلس الأمة من توسيع صلاحيات المير واقتراح عند المدينة هل يمكن إذا ما جرى تبني مثل هذه المقترحات أن تتغير أمور التسيير في الجزائر عقلية مستحيل 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 أن يكون هناك قانون قانون يعطي صلاحية مجلس الشعب البلدي ككثيرة أو كبيرة أو أقوى من صلاحية رئيس الدائرة خاصة ونحن في سنوات الأخيرة منذ انتخاب سيد بون يعني هو يعني في الحقيقة رجل قديم رجل عمل في صفوف الحكومة الجزائرية المتعاقبة كما هو رئيس دائرة ثم والي ثم وزير ثم رئيس حكومة فهو متشبع جدا بفكر الأحادي بفكر الإدارة المركزية ولا يمكن أن نأمل الكثير في أمثل هؤلاء الناس لأن القديم قديم والجديد ولا ما كان قديما لا يصلح لأن يكون جديدا أبدا على مستوى ملف آخر حساس أيضا ويهم المواطنين ما تعلق بالسكن التصريح وزير السكن الذي نقلته صحيفة الحوار من رفض وجود سكنات منتهية دون توزيع هل يكفي مثل هذا التصريح أو يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لعدم توزيع السكنات التي تكون جاهزة لتوزيعها المستحقية إنه كلب وكلب فقط كغيره من الوزراء كغيره من المسؤولين الجزائريين لو أن في الحقيقة لو أن الحكومة الجزائرية أرادت أو وزير سكن لو أرادت حقيقة أن ينهي هذا المشكلة لأنهاه بدون أن يتكلم مع الأسف حكامنا يتكلمون كثيرا ولا يفعلون شيئا أو إذا فعلوا فهم يفعلون القليل والمشكل مشكلة جزائر يعني في مشكلة في البيروقراطية وإدارتنا مثلا في دارة متخلفة وتسير بخطة يعني بطيئة أو بطيئة جدا جدا فلا يمكن أن نتصور أن الحلول تأتي هكذا بالكلام فقط ولكن يجب القول ثم يتبعه العمل والعمل يجب أن يكون صارما وشديدا وربما هناك بعض المساعي لتدارك أخطاء ماضية ما جاء ضمن صحيفة ممبر القراء من المدير العام الغابات يعلن عن اقتناء طائرات مسيرة لكشف بؤر الحرائق قبل اتساع رقعتها هل ذلك سيجنب الجزائر صيف حارق كما شهدته خلال صيفين ماضيين مشكلة الحرائق قصيدة كذلك عندما نشاهد أن مصلحة الغابات الآن في الساعة السبعينات في الثمانينات كانت تقوم بعمل جيد كان عندها إمكانيات كان دورها كان كبير جدا ولكن مع الأسف الآن أصبح عمل إداري أكثر منه في الميدان فأتصور أن اقتناء هذه الطائرات شيء إيجابي ولكن لا بد من تدعيم مصلحة الغابات بعمل بوسطاء وكذلك حتى باختصاصي في الغابات في الغابات ديزان جينيور يعني مهندسين ومختصين في هذه الأمور معناه أن اكترى أن المشكلة تتلخص في الموارد البشرية أكثر منها في التجهيزات سيد كريم العرابي النشط السياسي كنت معنا من تيزيوزو شكرا جزيلا لك لمشاركتنا هذه الحلقة الشكر الأكبر لكم من مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الصحافة اليوم هناك قضايا أخرى تلخصها لكم قصصات الكاريكاتور متابعة طيبة نرجوها للجميع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر